السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترف في القناة اشترف في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طريقة تحميل وتشغيل برنامج سيكرين كابي هذا البرنامج من خلاله تقدر انك تربط الهاتف اندرويد اوكي بالكمبيوتر بحيث انك تعرض شاشة الاندرويد وتتحكم فيه من الكمبيوتر الطريقة جدا سهل او شي طريقة تحميل البرنامج ادخل الديسكريبشن بباشرة لهذا الموقع انزل لتحت اضغط على نسخة ويندوز بعد ما تضغط على نسخة ويندوز لديك هنا لينيكس ماك ويندوز اختار ويندوز احمل هنا اذا كان نظام جهازك اصدار 64 اضغط اذا كان 32 بات اضغط على الرابط الثاني بعد ما تحمله راح بيعطيك على شكل ملف مضغوط هذا الملف اوكي هذا الملف كل ما عليك انك تضغط كليك يمين تضغط ايكستراكت هير استخراج هنا ثق الضغط على الملف راح ينتج لك هذا الملف اوكي قبل ما تشغل البرنامج لازم تجري بعد التعديلات على هاتفك اندرويت حتى تقدر تشغل البرنامج بدون مشاكل اول شي اذا كان عندك برنامج وي بي ان مشغل لازم تعطله ايقاف سوي ايقاف عطل برنامج الوي بي ان واضغط على اوت او ايكزت برنامج عطل برنامج الوي بي ان لان راح يسبب مشاكل اوكي بعد ما تستخرج الملف البرنامج بعد ما تستخرج البرنامج ملف البرنامج بهذا الشكل الان لا تشغل اي شي اول شي اروح ل افتح لوحة التحكم اضغط على اعدادات setting اوكي بعد ما تضغط على setting انزل اخر شي يعني بتحصل حول الجهاز اضغط عليها انزل لتحت اني بتحصل معلومات البرنامج معلومات البرنامج اوكي اني بتحصل bold number ابحث عن bold number رقم الاصدار شوفو رقم الاصدار bold number اضغط عليها سبع مرات الناس ما تشوفو رح يعطيك الباسفورد يعني اذا كان فيه رمز عمان اضغط فعل هذا الخيار خلاص تم تفعيل وضع المطور شوفو يقول يقولوا بيعطيك هذا النافذ يقولك تم تفعيل وضع المطور اضغط عليها سبع مرات رح يتفعل وضع المطور اوكي هذا الوضع يعني developer mode تم تفعيل developer mode اوكي اذا تروح ترجع خطوة للخلف خطوة للخلف اني بتحصل تم ظهور خيارات المطور او developer mode افتح هذا الخيار اوكي بعد ما توافق بعد ما توافق الحين كل ما عليك انك توصل الـ USB بالكمبيوتر وهاتفك الـ الـ اوكي 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 الحين كل ما عليك انك تروح للـ USB ناشو ما شوفون هذا الـ USB الخاص بك ناشو ما شوفون تتأكد انه مفعل نقل الملفات اوكي خلي مثل ما هو نقل الملفات على يعني خيار موجود على نقل الملفات اوكي شوفوا لاحظوا نقل الملفات اوكي الحين خلاص الاحين كل ما عليك انك تروح افوان هذا الخيار اتشغل البرنامج كلك يمين Run Administrator اوكي بعد ما تضغط على Run Administrator يعطيك هذا النافذة اضغط على السماح اوكي بعد ما تضغط على السماح اول شي افتح برنامج مرة ثانية مباشرة رح يفتح لك يضحل لك الشاشة الهاتف مباشرة في الكمبيوتر بإمكانك تتحكم حتى تقدر تتحكم مهنية يعني مثلا تشغل تريد تشغل هذا البرنامج تضغط على Double Click من الكمبيوتر تقدر تتحكم تشوفوا تنزل شي تفتح لوحة التحكم بحاذ الطريقة كل شي تبحث كل شي شغال ضرع الحوم مثلا تروح واتساب تكتب ناس يشوفون بالموس تكتب اي شي تبيها من الكمبيوتر ايضا كل شي تقدر تتحكم بشي اشياء كثيرة يا شباب طبعا الناس يشوفون اشياء كثيرة تقدر تسويها وبس هذا هو تتحكم تحكم كامل لحاتف اندرويد من الكمبيوتر من البي سي هذا جدا مفيد اذا كان شاشة الحاتف معطل او تواجحك مشكلة في بعض الازار تقدر تتحكم من الكمبيوتر تقدر تستخدم في اشياء كثيرة غير هذه الاشياء طبعا في اشياء كثيرة في هذا البرنامج او هذا الادا ادخل هناك تدوين كاملة حول موضوع هذا البرنامج على الويندوز كيف تستحكم كيف تكبر الشاشة الاندرويد الخاص بك على البي سي واشياء كثيرة ادخل التدوين التطبيق خرافي تتحكم في الشاشة الهاتف من الكمبيوتر واللافتوب ايضا تقدر تستخدم عن طريق الماك ويندوز برنامج الحاتف الاندرويد في الكمبيوتر اذا عليك المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك القناة اشترك القناة وفعل زر الجلس هذا هو ما يريد اطور الفيديو ادخل الاندرويد اقرأ الموضوع كامل هذا هو المقطع مع سهل